العلاقة مع الخالق ثم العلاقة مع المخلوق ثم العلاقة مع الذات هذه الثلاثية تكون عندنا سبعة أشياء أولا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى قائمة على العبودية سنأتي بكل علاقة وكلمة واحدة تصفها قائمة على العبودية أن الإنسان تزداد حرية في هذه الحياة بازدياد عبودية كلما كان عبدا لله كان حرا كلما زادت هذه العبودية أصبح حرا العلاقة مع الله سبحانه وتعالى العبودية تعني أن لا يكون الإنسان عبدا للدرهم ولا للدنا ولا لأهوائه ولا للذاته ولا لرغباته وإنما يكون عبدا لله سبحانه وتعالى هذه العلاقة الأولى ثم تعريف العبودية الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا نحن أتينا لهذه الحياة ولا يجب أن نفقد غايتنا من هذا الوجود العبادة كما علمنا علماؤنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة العبادة ليست محصورة في سجادة ولا في محراب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا قلنا أن العبادة هو كل ما يحبه الله يقول نبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من الأمور معاليها كل شيء يحبه الله عبادة كل شيء من المعاني عبادة مثل هذه المجالس عبادة لله سبحانه وتعالى إذا أحسننا النية وهو يصبح الله عز وجل لنا البقية إذن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى العلاقة مع الله مبنية على العبودية طيب العلاقة الثانية هي العلاقة مع النفس مع الذات وهي مبنية على التزكية أطول جواب لأطول قسم في القرآن جوابه تزكية النفس ونفسه وما سواه فألهمه فجوره وتقوى هذا أطول قسم في القرآن قد أفلح من زكاها زكاها أي طهرها من العيوب ومن الذنوب ويقول ابن المقفع أشد عيوب الإنسان خفاء عيوبه عن نفسه مسألة التزكية مسألة صعبة جدا 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 وهي مرحلة يجاهد فيها الإنسان إلى أن يضع قدمة في الجنة نسأل الله عز وجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله يقول الكامل من الرجال هو الكامل في نفسه المكمل لغيره تجد كثير من الناس من المحبين للخير ولا المؤثرين تجد يحرص أن يكون مكملا لغيره ثم ينسى أن يكون مكملا لنفسه حتى يكون الإنسان مكملا لغيره يجب أن يكون مكملا لنفسه حتى يعرف أن سر النجاح والنجاح في السر عندما يقف أمام الناس ويقول يا عبد يا عبد ربك 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 يجب أن يكون في الخلاء يقول يا رب عبدك 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 هذا هو النجاح الذي يساعد الإنسان بإذن الله تعالى على تزكية نفسه رقم ثلاثة العلاقة مع الآخرين العلاقة مع الآخرين قائمة على الفضل والعدل على الفضل والعدل هذه الثنائية يا كرام ثنائية التراحمية والتعاقدية تقوم عليها مصالح الناس فكل إنسان بينك وبينه علاقة خاصة وعشرة مثل الأهل الزوجة الأبناء الأقارب الأصل فيها التراحمية والمقصود بالتراحمية التعامل بالفضل بمعنى أنك تعطيه أكثر من حقه هذا فضل أو أن تصبر أن يأخذ من حقك وهذا أيضا نوع من الفضل في حالات الخصام يلجأ الإنسان إلى التعاقدية إلى القانون إلى النظام إلى المشارطة التي بيننا وبين الطرف الآخر إذن الأصل في العلاقات القريبة هي التراحمية فإذا حدث الخلاف أصبحت علاقة تعاقدية والعكس الأصل في التجارة أن تكون تعاقدية فإذا استمرت واستدامت تحولت إلى تراحمية كثير من الناس يخطأ أن يبدأ في التجارة بعلاقة تراحمية لذلك الصداقة الصداقة إذا تحولت إلى شراكة ربما تفسد لكن الشراكة إذا بدأت ثم تحولت إلى صداقة ربما تستمر ونذكر جاني سباك وقلط عندي وقال دخل عندي بيشتغل شغلة فأكرمته هو ضيف فأكرمته وقلت له طيب أبغى الشغلة هذه والشغلة هذه والشغلة هذه قال لي خلاص قلت له يلا أبدأ وما في مشكلة يعني نصلح بعدين قال لي لا قال لي لا الحين جنجال بعدين كويس الحين كويس ترى بعدين جنجال والذي يقصده هو أن الآن نبدأ بعلاقة تعاقدية لتكون العلاقة بعد ذلك تراحمية أن نبدأ بعلاقة تراحمية في عمل في بيزنس في مشاريع ربما لا تكون نهايتها نهاية جيدة إذن العلاقة مع الآخر قائمة على العدل والفضل طيب ما حجم الآخرين في حياتنا ثم تعلم اسم علم الاجتماع يدرس المجموعات ثم تعلم آخر اسمه علم النفس يدرس الأفراد يدرس النفس خرج علم وسيط بين علم الاجتماع وعلم النفس يسمى علم نفس الاجتماع وهو من العلوم الحديثة علم النفس كله علم حديث يعني من الغرائب أن من أقدم العلوم هو علم الفلك ومن أحدث العلوم علم النفس وكيف لهذا الإنسان أن يفكر في أبعد نقطة اللي يدرسها من زماء وتجاهل ذاتها التي بين جنبه علم نفس الاجتماع قائم على التعريف التالي ما هو تعريفه إذا قلنا فيه علم اجتماع وفيه علم نفس تعريف علم نفس الاجتماع هو أثر الناس على النفس حضورياً أو تخيلياً أو تخيلياً أو ضمنياً حضورياً مثل ماذا؟ حضورياً مثل كل واحد من الموجودين هو ليس هو كما هو لوحده بمعنى أنا الآن أرتدي قناع يتناسب مع الظرف الاجتماعي فهذا الحضور أثر على نفسي حضورياً بوجودهم أنا أتغير لا جلسته يا جلستي لا عفويته يا عفويته لا طريقة أكل سأكل كما لو كنت لوحده إذن حضور الناس يؤثر على النفس حضورياً النوع الثاني من أثر الناس على النفس هو أثر تخيلي ولذلك الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى مناسبة معينة فإنه يأخذ يفتح مثلاً خزانة الملابس اللهم لك الحمد فينظر في أيها سيختار فإنه سيختار من الملابس ما يتخيل به الحضور إذن هذا على مستوى الملابس ما بالك على مستوى الأفكار على مستوى التحضير على مستوى ماذا سيقول على مستوى استشعار ما يقولون عنه الناس هذا أثر الناس على النفس تخيلياً ومن أعظم ما يمكن أن يقال في هذا السياق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يظلهم الله في ظله يوم القيامة ولا ينظر إليهم وذكر منهم رجل جاهد في سبيل الله فقتل فيأتي يوم القيامة فيسأله الله أقاتلت؟ قال قاتلت لتكون كلمة الله هي العليا قاتلت في سبيلك فيقول كذابت إنما قاتلت ليقال جريء ليقال جريء فقد قيل ثم يجر إلى النار تبغاها؟ فقد قيل انظر إلى مدى حرص الإنسان على تخيل ما سيقوله الناس عنه هو يبحث عن ثناء لن يسمعه هو سيموت أصلاً هو سيبحث عن ثناء لن يكون إلا من بعده إذن هذا النوع الثاني أثر الناس على النفس تخيلياً لنوع الثالث أثر الناس على النفس ضمنياً ضمنياً والمقصود بضمنياً هو أن يكون لهم تأثير على مستوى أفكارنا وقناعاتنا ولباسنا وعاداتنا وتقاليدنا وعباراتنا وتجد أن الإنسان في تعامله مع ربما زوجته إنما هو امتداد لما كان يراه في بيت والده ووالدته إما شيئاً جيداً يتممه أو شيئاً غير جيد يصححه وما إلى ذلك إذن أثر الناس علينا ضمنياً وتخيلياً وحضورياً بل أبعد من ذلك من تأثير الناس على الناس أذكر مرة كان في واحد اسمه جان كامفلد جاك كامفلد صاحب كتاب أو سلسلة شربة الدجاج مترجم موجود في جريل جاء مرة في مؤتمر فسألته قلت له أنت كم بعت من كتاب من السلسلة هذه قال بعت 93 مليون الوهم من عندي 93 أو قال 97 لا أذكر فقلت له كيف يعني قال بـ 14 لغة قلت يعني هل هذا تسويق ولا مبيعات ولا ما هذي البراعة قال لي لا براعة ولا شيء خلني أقولك هذه القصة وكانت قصة ثارقة بالنسبة لي يقول يقول كنت أدرب في ملعب غولف في أمريكا وكان عدد الحضور ما بين 8000 إلى 12000 وكان عندي أنا هذا المؤتمر عبارة عن ساعة أقدم فيها المحتوى ثم ثلث ساعة أرتاح ثم يأتي المحاضر اللي بعدي يقدم ساعة ثم يرتاح ثلث ساعة ثم المحاضر الثالث ساعة ويرتاح ثلث ساعة يقول أنا أول واحد قمت تكلمت لمدة ساعة يقوله بعدين ارتحت خلف المسرح لمدة ثلث ساعة قام فريق التسويق عندي في بيع الكتب على الجمهور يقول أنت تثلث ساعة جاني فريق التسويق قال إحنا بيعنا بـ 24 ألف دولار فقلت ممتاز ولكم جائزة ولكم نسبة وأنتم رائعون وأنتم كذا يقول بعدين المحاضر الثاني قام وبدي يتكلم وكان أنتوني روبينز وبدي يتكلم أنت هات الساعة للمحاضر الثاني وبعدين ارتاح لمدة ثلث ساعة أثناء الراحة يقول قاعد أسولف أنا معه يقول دخلت سيارة بنك مصفحة فقلت لهم هذه إيش قالوا هذه سيارة بنك قلت لهم ليش قال جاية تاخذ الكاش من مبيعات المحاضر الثاني فقلت أنت توني بكم بعت قال أنا بعت بمليون ومئتين ألف دولار يقول تفتت على فريق التسويق حقي اللي قبل شوي كنت أعطيه من نسبة قلت مفصلين أنا أبيع بـ 24 ألف دولار وأنت يا توني تبيع بمليون ومئتين ليش جمهورنا واحد المواضيع اللي يتكلم فيها وحدة المكان واحد الوقت المخصص لنا واحد ليش تبيع أنت بهذا الرقم وأنا أبيع بهذا الرقم يقول التفت علي توني روبينز قال كلمة عجيبة يا جماعة يقول قال لي أنت يقول أنا كنت أظن أنه بيقول لي عن أفكار التسويق والتسعير وغيره قال لي جاك أنت منهم شلتك الفكرية قلت لأيش شلتي الفكرية قال الناس يتجس معهم منهم قلت فلان وفلان قال لا لا ما أبغى أسمعهم أقل واحد منهم دخل كم في السنة قال ستين ألف دولار قال عشان كذا أنت تبيع خمسة وعشرين ألف دولار يقول لك قلت لأ ليش قال إحنا أقل واحد يقول أنا يتكلم عن نفسه يقول أنا أقل واحد في شلتي دخل السنوي مليون دولار إذا نزل طلعناه من القروب يقول قلت لأ ليش قال لأن أصدقائك الملازمين لك يصنعون معايير حكمك ورضاك عن حياتك يصبحون مثل البنشمارك بمعنى بمعنى مثلا أنا كنت أقرأ نصف ساعة يوميا وكنت أرأس مجموعة مهم ما يحبوا القراءة لا عندهم فوبيا من القراءة وإذا دخلتوا معي كتب قالوا جل نفسية ما يحبوا القراءة نهائيا فأنا كنت أنظر لهذه النصف ساعة على أنها إنجاز مقارنة بالشل الفكرية التي تغير معاييري فأنا من خلال ما أقارنه وأنا أحسن منهم بكثير أنا أقرأ نصف ساعة في اليوم لدرجة إن واحد سألني مرة قال لي أنت تقرأ قلت أني أقرأ قال كامل قلت نصف ساعة قال في اليوم أنا والله خفت من العين قلت لها لها من حالة الأسبوع قال لي يا شو أحسن منك فاضي أشل من لي يقرأ نصف ساعة في اليوم فكنت أنا محتفي وخايف من العين على النصف ساعة هذه مقارنة بي من حولي انتقلت إلى عمل آخر أكاديمي في مركز بحوث وكل اللي حولي نفسيات على كلامهم واللي يقرأ واللي مع فلس نصير مع كتب واللي بديت أسألهم كم تقرأ قال أربع أقرأ أربع ساعات وانت قال سبع ساعات وانت قال في السفر ولا في الحضر تبغى قلت لا ما شاء الله قال لي ما يفارقني الكتاب ثم بدأت أنظر في مثلا سير الكبار مثلا الشيخ الطنطا رحمة الله عليه كان في مسرح وتكلم في موضوع وتكلم في موضوع وتكلم في موضوع فسأل أحد الطلاب قال يا شيخ أنت في كل موضوع تتكلم قال منذ عقلت من سبعين سنة وأنا أقرأ ثلاثمائة صفحة يوميا رحمة الله عليه ثم قال حشاكم وحشا رحمة الله عليه قال قال وأي حمار يقرأ ثلاثمائة صفحة مدة سبعين سنة سيتحدث في أي موضوع لما يقرأ الإنسان أن هذا يقرأ بهذه الطريقة واللي حولي كلهم صاروا يقرؤوا بهذه الطريقة بدأت أخجل من النصف ساعة التي كنت خايف فيها من العين الذي تغير هم الصحبة الذي تغير هم الصحبة إذن أثر الناس علينا حتى في محاكمتنا لأنفسنا ومحاكمتنا لحياتنا وصنع قواعد ومعتقدات تصحح لنا النظرة إلى الحياة من خلال الصحبة من خلال الصحبة إذن العلاقة مع الله قائمة على العبودية العلاقة مع النفس قائمة على التزكية العلاقة مع الآخرين قائمة على العدل والفضل العلاقة الرابعة العلاقة مع الشيطان العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو العلاقة مع الشيطان علاقة غيبية غائبة غيبية أي ضد عالم الشهود لا نراها وغائبة أي أنها ضد حضورها في حياتنا لو تجي الواحد تقول له ترى هذا من الشيطان قال بلد روشة في حياة مادية لا تؤمن بمثل هذه الأشياء مع أن النصوص والقرآن والسنة كثيفة التحذير من أثر الشيطان على الإنسان ولي محاضرة أن اتسع وقت أحدكم لسمعه أسمى قصة أو عدو النجاح الحقيقي قصة الشيطان منذ اللحظة الأولى أعلم تحديه قال لأحتنك النذريته أحتنك يعني أضحنك أفره مين يسار ثم هذا الشيطان في أثره على الإنسان غاية في العجب غياب عن المشهد يجعلك لا تقدر ما يحدث لك تقديرا صحيحا أول ما تدخل إلى البيت في الشياطين من بره عند الباب انتظرونك تقول الأذكار ولا يقول ضمننا المبيت أكلت إذا ما سميت قالوا ضمننا العشاء وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا في صحيح مسلم صحيح مسلم أنه جاء يقول الصحابي وكنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويتعشون فجاء ذلك جاءت جارية صغيرة أرادت أن تأكل فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها ثم يأتي ذلك الأعرابي يريد أن يأكل فيمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها الذي يعرف كرم النبي صلى الله عليه وسلم ربما يستغرب لماذا هذا ليش يمسك يد الطفيل الطفلة ماذا يمسك بيد الجارية الصغيرة وهو الكريم عليه الصلاة والسلام فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أراد أن يشارككم في أكلكم هذا في طعامكم فأتى بهذه الجارية لأنها ما تسمي يقول فمسكت يدها وأتى بهذا الأعراب لا يعرف التعاليل يقول وإن يدي لفي يدها وفي يده ثلاثة يعني الشيطان ماسك يد الجارية وجايب بياكل من خلالها حضور للشيطان عجيب جدا في حياتنا في المأكل في المشرب في طبعا طبعا صراعة ومعركة النوم في خيشومك ويقول في أذنك ويعقد العقد عليك ولا تصلي في دورة المياه معركة في الذهاب إلى المسجد معركة يأتيك ويشعرك بأن ينتقل وضوءك وإذا دخلت المسجد يجيك الخنزة على يمينك وعليسارك وكأنه صغار الغنم في كل مكان حتى في لحظات الجماع الحديث أو الدعاء في لحظات الجماع هو سطر ذكر فيه الشيطان مرتين وسطر واحد ذكر فيه الشيطان مرتين إذن حضور عظيم جدا بالنسبة للشيطان في حياتنا لكننا نغيبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليجري في مجرى الدم من ابن آدم حضور كثيف والشيطان له عدة خطوات الخطوة الأولى أنه يريد منك أن تشرك يريد مننا أن نشرك فإن لم يستطع فعلى الأقل الكبائر فإن لم يستطع فدلك على الصغائر فإن لم يستطع جعلك تستغرق في البدعة ثم جعلك تستغرق في المباحات استغراق في المباحات المباحات يقول عنها السلف أنها البرزخ بين الحلال والحرام والاستغراق فيها ثم إن لم يستطع شغلك بالمفضول عن الفاضل لكنه لا يتركك أبدا إذن العلاقة مع الشيطان قائمة على العداوة والحضور لابد أن نفكر في حضوره بيننا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتسم يبتسم ورجل كان يخاصم أبا بكر ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم فلما رد عليه أبو بكر قام وانصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال فذهب إليه لأبو بكر قال يا رسول الله وعسى ما زعلت عليه قال لا كان معك ملك يدافع عنك حتى رددت عليه وتركك الملك ترك استشعار في شيطان استشعار في ملائكة يجعلنا نحسب الكثير من سلوكياتنا وردات فعلنا إذن العلاقة مع الله عبودية والعلاقة مع النفس تزكية والعلاقة مع الآخرين فضل وعدل والعلاقة مع الشيطان عداوة العلاقة الخامسة العلاقة مع الوطن العلاقة مع الوطن علاقة انتماء لا علاقة ارتماء أو احتماء كثير من الناس يرى أن العلاقة مع الوطن علاقة طفيلية إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون العلاقة مع الوطن إما بعضهم يراها طفيلية أنا ما استفدت أنا ما جاني شيء أو طفولية يريد أن يعلم الوطن ووظف الوطن ويحل مشاكل الوطن هي علاقة بطولية لا علاقة طفولية ولا علاقة طفيلية علاقة انتماء لا علاقة ارتماء ولا علاقة احتماء ولا يعرف ذلك إلا في لحظات الأزمات كعب رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك مع الثلاثة الذين خلفوا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فلما رآني تبسم تبسم المغضب يعني مو بنت يا كعب اللي ما يجي ليس أنت يقول فصدقت فلما قمت قال نبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقط صدق وزعل عليه النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة ما يكلمه وأمر الناس أن لا يكلموا ويصف القرآن ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم فيقول أني صعت إلى بستاني ابن عم لي فقلت ناشدتك الله يقول أني أدخل إلى المسجد وأسلم وأرى النبي صلى الله عليه وسلم هل رد السلام أو لا أشوف حرك شفتي ما أحد كلمة ما أحد كلمة يقول فصعدت إلى حائطي بستاني ابن عم لي وكان أقرب الناس إلي فقلت سألتك الله هل أنا أحب الله ورسوله فيسكت ثم يقول سألته ثاني فسكت فسألته الثالثة فقال الله ورسوله أعلم الله أعلم يقول فنزلت من حاط وأنا أبكي في هذه اللحظة يأتي مرسول الغساسنة أين كاب فيشير الناس إليه يجيني يقول هذه رسالة من ملك غسان شوف في لحظة الأزمة في لحظة أن الناس كلهم يبونه تأتي رسالة من ملك فيقول له فيفتح رسالة وإذ بها لقد علمنا أن قومك جوفوك إلحق بنا نواسك إلحق بنا نواسك مباشرة قال كعب وهذه من البلاء تسجرها التنور على طول رماها في النار ما قال خلني أشوف أرد عليك بكرة ما قال تدري خل وديها للمساء سلم يدري أني مهم والناس تبيني ويطلبونني لا 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 فقال وهذه من البلاء على طول في لحظات الأزمات يبتل الإنسان يأتيك شوف سبحان الله أنا أستغرب أقول ملك الغساسنة تارك شغلك كله تارك شغله وقاعد يشوف من اللي زعلان في المدينة ويخطب وده العلاقة مع الوطن هي علاقة انتماء لا علاقة احتماء ولا ارتماء العلاقة الخامسة هي العلاقة السادسة عفا شكرا هي العلاقة مع الكون وهي علاقة التسخير المسلم علاقته مع الكون علاقة التسخير يرى أن هذا الكون مناوبة لا مناهبة لا تسرف ولو كنت على نهر جاري في غيرك وفي ناس قبلك تركه لك وأنت المفترض تتركه لمن بعدك ليست علاقة الإنسان الغربي علاقة التطويع والصراع والتغيير والتذيين لا وإنما علاقة التسخير والتنمية والأثر والرحمة وأن كل هذا الكون مسخر لكي نعبد الله عز وجل لما نجي طبعا يستغرب الإنسان من طرح هذه الأشياء لا يجمع في عيد الضحية كل سنة في عيد الضحية تأتي من أبناءنا الصغار تساؤلات أخذوها من من لا يعرف الله حق قدره يقول لك ليش نذبح الضحية حرام حرام ليش نقتلهم ليش نسوي كذا ليش نعذبهم لما يعرف الإبن أن كل هذا الكون مسخر وأن هذا مسخر للإنسان ليعبد الله كما يريد الله سبحانه وتعالى لزالت عنه الكثير من الإشكريات إذن العلاقة مع الكون علاقة التسخير العلاقة السادسة السابعة أفضل العلاقة مع الدنيا العلاقة مع الدنيا العلاقة مع الدنيا ابتلاء علاقة ابتلاء ليست علاقة جزاء تبر والديك تربى يبرونك عيالك ليست علاقة جزاء يمكن ما يبرونك عيالك وهذا من البلاء والله عز وجل يبتليك بتوفيق المقصر يبتليك بسعادة وراحة الظالم يبتليك تشوف الظالم يا أخي عايش مبسوط وتشوف المقصر ناجح والعابد لله سبحانه وتعالى ما نجح الله يبتليك ويبتلي هذا العلاقة مع الدنيا علاقة ابتلاء هي ليست جزاء يأتي الأبن قبل الامتحانات ويذاكر 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 ثم ما يوفق ويقول ما السفد شيء العلاقة ليست مكافأة مع الله سبحانه وتعالى العلاقة مع الدنيا هي علاقة ابتلاء وليست علاقة جزاء هذا المفهوم إذا ترسخ عندنا جاءنا اليقين بأن ما عند الله خير وأبطى هي علاقة ابتلاء لذلك لما يأتي ويقال الزان يزنى به هذا كلام مبوع ليس بالضرورة الظالم يقتص منه ليس ربما في الدنيا الصدق من جات طيب أنا صدقت ورسبت أنا الوحيد اللي قلتيه أنا غشيت أنا اللي رسبت واللي كذبه ونجحه فيحدث عند الناس استشكال الدنيا ليست دار جزاء هي دار ابتلاء يبتليك الجزاء هناك في العلاقة الأخيرة في العلاقة الثامنة هي العلاقة مع الآخرة علاقة جزاء إن الساعة آتية طيب شا سوي ربي فاصفح الصفحة الجميل لما أدري أن هناك يوم آخر تتنظم إعدادات الإنسان يقول عمر رضي الله عنه يقول لو لا يوم القيامة لرأيتم مالا تحبون وسأنا نخلي ساكتهم وعايشة تقول لله در التقوى ما ترك لشفاء الغليل من سبيل أغضبتها جارية وكضمت الغيظ تقول يعني يوم القيامة يوم خلني أسكت ترجمة نانسي قنقر